ويلتغى رئيس سينيش جيمبين برئيس الوزراء الكامبودي هونسين اليوم الأربعاء في دار الضيافة دياويو تايبي بكين حيث تعهد الجانبان بتعزيز التعاون الاقتصادي أعرب رئيس سينيش جيمبين أثناء اللقاء عن ترحيبه بزيارة هونسين لطوره منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي واشر شيء لأن صير التول اهتماما بالغا لتطوير العلاقات مع كامبوديا وترغب في العمل معها على دفع الصداقة بين البلدين وتعميق التعاون الصراتيجي الشامل من أجل مصلحة شعبي البلدين وتقديم مساهمات في سبيل السلام والرخاء بالمنطقة وأكد شجيمبين على أنه يجب على الجانبين تكثيف الاتصالات رفعة المستوى في توجيه العلاقات الثنائية وتعزيز تبادل الخبرات حول إدارة شؤون الدولة وتعميق التعاون العملي وحسن تطبيق الخطوط العريضة لخطة التعاون في بناء الحزام والطريق والاهتمام بالمشاريع الرئيسية للتعاون في مجال القدرة الإنتاجية والاستثمار وقال شجيمبين أن الصين تدعم كامبوديا لتلعب دورا أكبر في الشؤون الدولية والإقليمية وتؤيدها في تولي رئاسة آلية التعاون لانسان ميكون ومن جانبه قال خونسين أن كامبوديا مستعدة لدفع تنمية الشراكت السراتيجية الشاملة بين البلدين قدما وأنه ينبغي على الجانبين فهم ودعم بعضهما البعض في القضايا الكبرى وتعزيز الاتصال والتنصيق في الشؤون الدولية والإقليمية مضيفا أن كامبوديا وافقت على إجراء أنشطة احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام المقبل شكرا شكرا